قبل ما نتكلم هنقول من الفئات اللي ما هي تنزل وزنها هنقول مرضى السكر مرضى الضغط مرضى القلب مرضى تصلب الشرايين مرضى زادة الكوليسترول الاشخاص لهم زاد عن المعدل الطبيعي وممكن يكون اه ظهور احد الاشياء الثابقة السابقة كنتيجة في وجود هذه الاشياء ازاي انا اعرف ان الشخص محتاج ان هو يعدل في وزنه عن طريق حاجة اسمها اه حساب كتلة الجسم ايه يا دكتور احمد حساب كتلة الجسم ان انا بقسم الوزن بتاعي على اه بقسم الوزن على مربع الطول النتج لو طلع بتاعنا من طمانتاشر ونص خمسة وعشرين لا يبقى الوزن صحي خمسة وعشرين لتلاتين زيادة في الوزن لكن لا نقول عليها سمنة من تلاتين لخمسة وتلاتين سمنة من الدرجة الاولى خمسة آآ من تلاتين خمسة وتلاتين سمنة من درجة الاولى من خمسة وتلاتين لاربعين سمنة من الدرجة التانية اعلى من اربعين تبقى سمنة مفرطة واقل من طمانتاشر ونص يكون نحافة خلاص او في حسبة سهلة كده ممكن ان كل الناس بتعملها تطرح من الطول بتاعك 100 الناتج اللي هيطلع هو يا انا لو طولك 180 يا مكة او 170 يبقى انت مثلا الوزن اه نعم انا 29 كيلو هي عايزة تسمن ولا عايزة تن حفل لا هي عزنها زايد هي يعني حاليا اه عايزة تخصف ماشي ماشي خلاص يبقى انا بس انا اديت مقدمة كده بداية بنقول الشخص بيحتاج يزبط السعرات الحررية اللي بياخدها يوميا من خيال الاكل بتاعها متوسط السعرات الحررية بنقول متوسط كفر كفر يام مع المغفر بنقول متوسط السعرات الحررية من 1600 ل 2500 للشخص العادي اما الشخص اللي يمارس رياضة بنقول بتصل للسعرات الحررية بتاعته 2800 حبيب انت لا حبيب قصة من بل ماشي تفضل يا دكتور اه تمام يبقى احنا مفترض لو احنا عايزين ننزل نص كيلو بس الاصل ان احنا نستبعد برضو المشاكل المرضية اللي ممكن تكون من سببال دي عاجة يبقى اول حاجة اقولنا مسلا اول حاجة بنتكلم في العلاج قبل ما نتكلم علاج لابد ان احنا نعرف ما هي طبيعة شخص نفسه قبل ما نمشي على اي علاج لكن انا بتكلم بشكل عام دلوقتي يعني علشان نتأكد نتأكد ان انا ما عنديش اي مشاكل صحية هي المسببال السمنة اللي موجودة عندي تأكدنا ان احنا ما عنديش مسلا اه كسور في الغدة الدراقية الغدة الدراقية لو عندنا كسور فيها بتبادفع قوية جدا ان الشخص ما نستفيدش من اي حاجة لان كسور ما فيش حر وما فيش تمثيل جزائي الاكل بتاعنا او دكتور ده انا بشم ريحتي الاكل بزيد انا ما بقولش كتير بس بزيد في الوزن ممكن يكون عندنا مشاكل صحية هي السبب في زيادة الوزن اللي موجودة عندنا فلا بد ان احنا نحط ايدينا على سبب المشكلة في البداية عملنا التحاليل مطلقش عندنا اي مشاكل صحية بنبدأ نقول ان احنا ممكن السبب في السمنة وزيادة الوزن نمط الحياة الغلط والاكل الغلط وكده اه اول حاجة بنتكلم في العلاج بنتكلم عن نظام جزائي صحي متوازن متنوع متكامل بيحتوي على كافة العناصر الغذائية وده بيعدوا طبيب التغذية بتاعك الثاني ضب نقول كالادوية مثلا كلية اكتب اللي بتاخد انا لو احد جال في العيادة جvertyكم الهدية كده هلوة اه المفروض تكونوا بقى مستقل و ولا ولا اربطي الكلام BET لانا مش اعجده كانت كلام مهم العيجي اه 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 اكون اول حاجة أول حاجة بنتكلم فيها بنقول اهم شئ للشخص قبل ما نعمل تمام احنا احنا تمت reachedhabنا عن نظام جزائي كان اهم شيء للشخص بنقول الرياضة علشان نحرق الدهون المخزنة هنحرقها ازاي من خلال اللي يبقى احنا نمارس الرياضة مع النظام الجزائي تمام يا دكتور بنمارس الرياضة طب الادوية ايه بقى الادوية بقى اللي هنكتبها في الوراء بالوراء والقلم اللي انت يبتيها مكة ايه بقى الادوية بنقول اه لو كان الاكل بتاعنا منوع يعني انا يا دكتور بقى احمد باكل كل حاجة باكل مسلا ولياكم كل حاجة باكل انا شوية بس عكة شوية قبل ما اروح لدكتور التخزين لو كان الاكل بتاعي منوع بناخد دواء اسمه يعني اللاج مش معي تعبه والله ما انا بقولك انا باعرفك بس بقولك لو مسلا لو الاكل بتاعنا منوع انا مسلا ولياكم يا دكتور احمد انا باكل دهون كتير وباكل كربوهدريت كتير يعني باكل رز كتير وعيش ومكارونا وهذه الاشياء بشكل مبالغ فيها وباكل يعني هي قصدها يا دكتور يعني ما تتجوز ومنحة الخلفة وكده يعني يعني العلاج ما في وجهتها ستصير تعب اعراض مثلا هي متجوزة يعني؟ لا هي لسه مكتوبة حاليا اه اه يعني والله بص بالنسبة للهل هي يعني الادوية هتجيبنا هتبقى مضر عليها انا ما عرفت اش طبيعة جسمها اصلا علشان اعضار رديها اصلا معلوماتنا بدي معلومات عام الكل الناس لا هي بالضبط 92 كيلو ما انا قلنا في مشاكل مرضية ممكن تسبب اسباب في السمنة فالاصلا ان احنا نروح لدكتورها عشان نعرف عشان نعرف احنا عندها حسساتيها بس مممم تماشى راب بارده ممكن يكون احد اسباب الزادة الوزن اللي موجود عندنا فلابد ان احنا نعالج مشكلة الرابو مع علاج الرابو اللي موجود عندنا اه نمشي على البروتوكول الى لك خلاص اسألك بقى من موضوع الادوية ده خالص الادوية دي بنقول للناس اللي هي صحيحا بخير ممكن مثلادا وليكن اخدها لكن اقولك على مجموع من ادوية ممكن نستعملها البران. حاجة اسمها البران. البران ده هي الرضة. دي موجود كابسولات الرضة ديت موجودة في كل الصيدليات. اسمها بران. تقدر مثلا تجي بيها وتاخد مثلا من اتنين لتلات حبات قبل الاكل مع كمية كبيرة من المية. ديت هتخليك هتقليلك الشهية بشكل كبير جدا. وبالتالي تأكل كميات اكل ولايلة جدا. وبالتالي تخسي. يساعدك ان انت تخسي. فهمه? يبقى متابعة كتلة الجسم باستمرار عشان نحصل على النتيجة المرادة من خلال طبيب التخزيه اللي هي بتتبع معاه. ايوة اه 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 لو كان ايوة هو ده. لو كان اذا كان هناك مثلا اي زيادات جلدية في منطقة البطن او الفاخدين. لو كانت هناك اي زيادات جلدية او في منطقة البطن او الفاخدين او الزراعين. زي كشور زي كشور البرتقال كده مثلا. لو ضغطنا عليها بننصح مثلا بكريم مضاد للسيلولايت. اه وطبعا هناك بعض الاشياء اللي ممكن برضو نستخدمها كعمل مساعد زي حزام او شرط التخسيس. او ممكن مسلا شاي التخسيس او الشاي الاخضر. اه كل هذي الاشياء ممكن نستعين بها كعمل مساعدة تساعدنا ان احنا برضو نخس. هناك طبعا اشياء تانية انا بنصح بيها اللي انا متميز بيها دايما بقولها بكل مكان. اللي هي بقول طبعا السرطة خماس الالوان قبل كل وجبة. تمام. اه بنقول اه بنقول قباتين مياه قبل كل وجبة من ساعة. ممنوع شرب المياه اثناء الوجبة وبعد الوجبة مباشرة. شرب المياه يكون قبل الوجبة من نص ساعة او بعد الوجبة باربعين دقيقة. علشان ما نخفيفش العصارة لهضيمة اثناء الاكل بتاعنا وبالتالي يحصل اترابات هضمية وعدم امتصاص الاكل بشكل المطلوب وبالتالي عدم حر اه الاكل بتاعنا بشكل اه فعال. تمام. اه طبعا بس يعني دي كده ممكن ايه تاني? طبعا لو انتي اه يعني ده طبعا مع النظام الغزائي. بنقول مثلا ولكن النظام الغزائي ما يكونش يعني يكون مناسب ليكي بناء على طبيعة جسمك. يعني تروح الدكتور يعدهولك بناء على طبيعة جسمك. والحاجات التانية اللي انا قلتي لك عليها دي برضه مفيدة. هتساعدك ان انتي اه تخص. الله يا دكتور شكرا ومالتوفية يا رب. اسمعك الكلام يا باساسة مكة. ها اسمع الكلام ولا ايه? اه. 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 اول فيش غير الشريط اللي هو قال لك عليه ده. ويعني وتمشي عن يعني عن النظام يعني تزبطي نفسك. اه. والحاجات اللي انا قلت لك عليها كل حاجة قلت لك عليها بسيطة هي مفعولها مفعول السحر في العلاق. يعني طبعا بسرطة اخو ماسي الالوان قبل كل وجبة لو قدرت ان انتي تاخده. اه. اه. الاليافة وبعندنا بشكل كبير. فهناكل كمية اكل قليلة. فبالتالي هنخس. لو احنا مسلا شربنا كوبايتين مية قبل الوجبة بتاعتنا. اه. اه. بنص ساعة تو ادفع قوي جدا ان المادة تاتنا تموم مليانة. فنكن كمية اكل قليلة. فنجبها بسرعة قليلة. اه. out. تاني حاجة اه. اه. مثلا الاكل ايه. ما ننامش. ما ما ناكلش والنام بشكل مباشر. على الاقل ما بين مسلا انه. والاكل بتاعنا مسلا ولياكن ساعتين. ينكل لها حاجات بسيطة لكن مفعول هي مفعول السحر في التخسيص والعلاج. والاهم من ده كل ما انا اعرف طبيعة جسمي. علشان بناء على طبيعة الجسم نحدد بالزبط ما هو اشيء الانسب لي بناء على ما بداخلي. تمام. اه شكرا لهم يا دكتور وشان رفتنا والله وانا عملت لك متابعة عمتنا يا دكتور. الله يسعيدك ربنا عفزك انا برضو الله يسعيدك ربنا يخليك يوم سعيد حياتك الله سعيد. الله يباركك السلام عليكم على السلام. والله عندي انا اولاد اتنين طوأم اا اكلهم ضعيف. ما عم ياكلهم. عندهم فجدان في الشهية. خفيفة اكلهم. خفيفة اكلهم. لا الحمد لله يا دكتور ما فيهنش ولا فضلا. عمرهم اربع سنين. والله بص ان هقولك يعني هحاول قدر الامكان ان انا نتكلم معك مسلا عن افضل فتح الشهية طبيعي للاطفال. بحيس ان انت تخليه. فتح الشهية اكيد فتح الشهية. اه اه. طبعا هو في البداية بنقول مسلا بعض الاطعمة ممكن نقدمها للطفل على اللي اللي بيعانه من فقدان الشهية. انه ما ما بياكلوش مسلا وليكن اه. بس اذا كان مسلا وليكن ان هم وزنهم طبيعي وحياتهم صحية طبيعية ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي فلا داعي للقلق. ودي كده النقطة رقم واحد لازم يعني ما فيش خوف اذا كان الطفل بيمارس حياته بشكل طبيعي ووزنه طبيعي وحالته الصحية كويسة. حتى لو كان هو اكله قليل فده طبيعي بالنسبة لسن. هو ممكن ما يكونش بيأكل تلات واجبات في اليوم. لكن بيأكل خمس ست واجبات بس حاجات بسيطة على مدار اليوم. وده يتبر شيء كويس. يعني فكرة ان انا مسلا وليكن ما باكلش زيك مش هاعد زيك واعد لمدة نص ساعة ااكل زي الناس. لا انا باكل حاجة بسيطة وبادينا اطلع عشان العب علشان ورايا مهمات مع الاطفال برا. لكن انا باتكلم برضو الحاجة الاساسية اللي احنا مسلا وليكن بنتكلم فيها بشكل مستمر. بنقول ان احنا اا النزام الجزائي الصحي واللي بيحتوي على الكربوهادريت والبروتينات والالياف والعناصر الغذائية الصغرى زي البيتامينات والمعادل. مثلا لو احنا بنحضر وجبة للطفل بننصح بتضمين مثلا مجموعة من المجموعات الغذائية زي الحبوب مثلا. الحبوب منتجات الحبوب الكاملة اا زي العيش مثلا والمكارونة والرز وحبوب الفطار. طبعا الحاجات دي تعتبر مصدر غاني جدا بالعديد من العناصر الغذائية زي الحديد وحمد الفوليك وبيتامين به واحد واثنين وتلاتة. ودي ده اعتبر من ضمن المغازيات اللي الطفل محتاجها بشكل مستمر. تاني حاجة بان ما نجي نعمل نظام الجزائي. عايزين النظام الجزائي يكون محتوي على منتجات الالبان. الالبان بتوفر للطفل البروتينات والكربوهادريت والدهون والكالسام وبيتامين دي. وبالتالي بنوفر له. بس ما بنقول اا لو احنا عايزين نتكلم عن افضل انواع الالبان مسلا ليكن اللبن البقري. اللبن البقري يعتبر ضمن افضل الحاجات اللي ممكن ناخدها اا تبقى للطفل وتبقى مغازية بالنسبة للطفل. بنقول البروتينات اا زي اللحوم والفلاخ والاسماك ومسلا التوفو والفاصولية والعدس بتزود الجسم بكميات اا غنية من البروتينات والدهون بالبيتامينات والمعادن زي الحديد. بنقول برضو النظام الجزائي المعادل لطفل يكون موجود في الفواكه. الفواكه بتشجع الطفل ان هو يتناول اكل كتير. وبدل ما يعني اا يعني اا يعني اا يعني بدل ما تمن تناول العصير اللي هو المصنع اللي ممكن يكون موجود في البتاع. فالفواكه برضو تفتح شهية الطفل. بنقول برضو الخضروات. الخضروات برضو تعتبر من ضمن الحاجات المهمة جدا بالنسبة للطفل. احنا برضو لازم نعرفه مليات فيها بيتامينات وعملها عشان نصبح اقوياء وكذا. دي يعني بالطريقة اللي تتناسب مع الطفل نقدر نقنعه. في نصائح نتجنبها يعني علشان نتجنب فقدان الشهية عند الاطفال.